إذن ترامب كابوس الصين. هكذا وصفت صحيفة وول ستريت جورنال موقف الصين إذا ما فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة. وفقا لخبراء كشفوا للصحيفة أن بكين بدأت تستعد لجولة ثانية من الحرب التجارية مع ترامب حال فوزه. فالمرشع الجمهوري أعلن مرارا أنه سيرفع رسومة جمهورية إلى 60% على جميع السلعة الصينية. وأن الضربة ستكون أكبر كثيرا. وهذا من شأنه أيضا أن يخفض نمو اقتصاد الصين عام 2025 إلى نحو 3.4% من 4.8% المتوقعة. لكن ماذا عن موقع الصين؟ من نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هارز التي تسعى للفوز برئاسة البيت الأبيض. يرى خبراء في فوزها تكملة لمسيرة بايدن. واتباع سياسته للتعريفات الجمهورية الأكثر انتقائية. وهذا قد يؤدي إلى خفض نمو اقتصاد الصين بنحو 300 نقطة مئوية خلال العام المقبل. نذكر أن الحرب التجارية الأولى اندلعت عام 2018 بين بكين وواشنطن. عندما فرض ترامب خلال فترة رئاسته الأولى رسوما جمهورية تصل إلى 25% على واردات بقيمة 350 مليار دولار من الصين. تمثل 65% من إجمال واردات عام 2018.